اهلا بالحلوين ان شاء الله مع بعض هنعرف ازاي نفرد الشعر بالمكوى في الاول بس هنبدأ نخسل الشعر كويس بالشامبو او بصابون الشعر من الفروة وبعد كده هنستخدم البلسم في الاجزاء اللي انتوا شايفينها كده من نص الشعر للاطراف وبعدين نخسل بالمية كويس ونسيبه لحد ما يبقى رطب شوية وهو كده يبقى جاهز معنا للفرد نيجي عند تاني حاجة وهي من اهم الحاجات المفروض نهتم بيها ان احنا نستخدم سيرم للشعر وطبعا ممكن تستخدمه زيت الارجان وفيه منتجات كتير في السوق اختروا اللي يعجبكم المهم ان انتوا لازم تحطوا سيرم على الشعر علشان نحافظ على الشعر من التأصف والهيشان والتكسر اللي بيحصل للشعر مع الحرارة وناخد نقطتين كده ونبدأ نوزعها على الشعر ونهتم اكتر بالاطراف وبعد كده نبدأ بقى نقسم الشعر علشان نبدأ نشوف ازاي هنكوي هنصرح الشعر الاول ونسلكه ونبدأ ناخد الجزء اللي فوق من فوق الودن كده لحد الناحية التانية ونبدأ ناخد الجزء ده مع بعضه ونصرحه وقلمه باي حاجة علشان هشتغل الاول في الجزء اللي تحت التقسيم بس بيسهل علينا ان احنا نعرف نتحكم في الشعر كويس ونفرده صح هنقسم بقى الجزء اللي تحت ده لاتنين المرحلة اللي بعد كده هيكون ازاي نستخدم المكوى في الاول بنشغل المكوى زي ما انتو شايفين كده انا ما بستخدمش الدرجات الحرارة العالية ابدا اللي انتو شايفينها دي اللي فوق المتين ما بجيش ناحيتها ابدا لكن بشتغل دايما من 200 و180 160 درجة بس 180 كويسة هسيبها بقى لحد ما تثبت وكده تكون المكوى سخنت كويس وهي كده درجة الحرارة بقت ثابتة والمكوى كده جاهزة على طول ان احنا نستخدمها يفضل ان احنا نستخدم مش تخشب مع الحرارة في الاول هنقسم الجزء ده وناخد الخصلة دي نلمها علشان احنا بنشتغل من تحت لفوق بنصرح الاول الخصلة وبعد كده نجيب المكوى بالطريقة دي وبميل كده وننزل لتحت بالشكل ده بالشكل ده وهنكوي بنفس الطريقة بميل لتحت ومنطولش على الشعر يدوب بنحط المكوى وبنمشي على طول وانتو زي ما انتو شايفين انا يدوب بعملها مرتين بس مش اكتر احنا عايزين النتيجة ان الشعر يتفرد مش ان احنا نضره ابدا ولا ان احنا نحرقه ونوصل لنتيجة اللي احنا عاوزنا هنيجي بقى للجزء اللي جنبه وبرضه هنعمله بنفس الطريقة بنسرح الشعر بنبدأ نكويه زي ما احنا قلنا بنبعد عن الفروة شوية وبعد كده ننزل بالمكوى التحت بميل ويادوب نعملها مرتين مش اكتر من كده كده احنا نكون خلصنا الجزء اللي تحت هندخل بقى على الجزء اللي فوق واحنا شغالين كده هقولكم على شوية نصايح علشان نحافظ على الشعر من التأصف بسبب الحرارة اول حاجة لازم نهتم بترطيب الشعر عن طريق ان احنا نعمل حمام زيت مرة في الاسبوع الزيوت اللي انا بفضلها زيت الارجان او زيت اللوز الحلو او زيت جوز الهند بنحطه على الشعر كويس ونعمل مساج وبعد كده بنسيبه ساعتين متغطي بعد كده نغسله عادي بالشامبو والبلسم ونبدأ بقى نقسم الشعر زي ما انتم شفتوا كده في الاول ونشتغل عليه عادي بالمكوى وتاني حاجة واحنا بنشتغل على الشعر لازم نعرف ان احنا ما نفعش نقرب للفروة يعني نسيب حوالي سنتي سنتي ونص كده نبعد عن الفروة ونبدأ نكوي الشعر والمكوى ماشي على الشعر ما تطولش يعني يا دوب بنحطها ونمشيها ونميلها لتحت زي ما أنا ورتكم وبرضو نيجي ناحية الاطراف وما نطولش عليها يا دوب احنا بنمشي بس المكوى بنفرد الشعر على طول مش بنطول عليها علشان احنا مش عايزين نحرق الشعر وثالث حاجة ان احنا ما ينفعش نخسل الشعر قبل 3 ايام من الفرد علشان نحافظ على الشعر انه هو ما يتقصفش لانه كتر الغسيل للشعر برضو بيقصف الشعر واحنا دلوقتي شغالين في الجزء الثاني اللي هو اللي فوق قسمناه النصين وبدأنا نشتغل عليه برضو بنفس الطريقة ويا ريت اصلا ما نفردش شعر البنات الصغيرين والاولاد الصغيرين كتير يعني يا دوب على قد المناسبات مثلا في الافراح في الاعياد علشان كتر الفرد مش حلو للشعر وبيضره احنا بس بنعملها للمناسبات كده وخلاص وكمان للكبار ياريت الاستخدام للحرارة يكون في اضيق الحدود سواء كانت المكوى او السشوار علشان كل ده مع كتره بيدر الشعر وبيهلكه وكده نيجي عند اخر جزء في الشعر ونعمله بنفس الطريقة اللي فاتت ناخد الخصلة ونسرحها كويس علشان لما نيجي نفردها تتفرد صح معانا ونبعد شوية عن الفروة ونمشي بسرعة على الشعر بميل كده بالمكوى ومنطولش ابدا على الشعر ولا على الاطراف بالاخص وبعملها مرتين زي ما انتوا شايفين وبس ولو انت حابة تستخدمي المكوى بنفسك وتفرد شعرك بنفسك برضو هتقسم الشعر لاربع اقسام زي ما انتوا شفتي اتنين تحت واتنين فوق وتشتغلي على جزء جزء فيهم بالراحة وتاخد بالك علشان ما تلسعيش ايدك ولا ودنك ولا طبعا ناحية الوش من ناحية الخدود والطريقة سهلة ما فيهاش اي حاجة يدوب بنحط السيرم ونبدأ نشتغل ودي كده اخر خصلة وكده احنا نكون خلصنا الشعر كله وكوينا الشعر باقل الاضرار ودي كانت النتيجة بجده اتمنى يكون الفيديو عجبكم وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة لو دي اول مرة تشوفوني ولو لسه ما اشتركتوش في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وانا مبسوطة جدا وانا بقدم لكم الفيديو وحبة جدا ان انا اقدم لكم حاجات اكتر واكتر ياريت تكتبولي في الكومنس انتوا نفسكو في ايه علشان الفترة الجاية اعملها لكم وان شاء الله تعجبكم كل الفيديوهات اللي بقدمها لكم وبس كده وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله تكونوا مبسطتو كان معاكم الاء وآية سلام